مرحبا وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة كيف الحل؟ إن شاء الله يكونوا بخير في الفيديو اليوم أريد أن نعمل مع بعض تقييم لمشروع الذي جاء من سوق بحجم 21 تريليون دولار فإذا هذه الفكرة تعجبكم فأترككم معنا للآخر لكي تستفيدوا أكثر وقبل أن أكمل هذا الفيديو وإذا تستفيدوا من محتوى قناتي لا تنسوا أن تدعموني بلايك تشتركوا بقناتي عن طريق سبسكرايب وشكرا جزيلا لكم أعزائي عن قطاع الصناعة التحولية هذا قطاع الذي من خمس أشخاص يعملون فيه وصلنا لنا كم من أسبوع ونبحث هذا المجال على مشروع جديد الذي سأتحدث عنه مشروع اليوم اسمه اندو 40 هذا المشروع الذي جاء من قطاع موجود بكثرة في حياتنا اليومية ولكن تقريبا لم ترى عنه مشاريع بعالم العملات الرقمية فكيف يمكننا أن نستفيد من قطاع تقليدي بحجم 21 تريليون دولار مع مجال العملات الرقمية وهو مجال حديث كيف هؤلاء العالمين تلتقون مع بعض إن شاء الله اليوم نجد فكرة عن هذا الموضوع ونرى كيف يمكننا أن نتقدم فيه بالمستقبل كيف يمكننا أن نرى هذه الصفحة الرسمية لمشروع اندو 40 أو مشروع اندو 40 حسنا كيف بدأت تقرأ لهذا الرقم كيف يمكننا أن نرى من أول كلمات ذكروا بلوكشن وذكروا قطاع الصناعة التحولية بنفس المحل التينتين فيما يتحدثون أيضا على بريسل هذا أمر ستجعله متأخر أكثر بهذا الفيديو وبعطونا فكرة عن الإيكو سيستم ما ستحدث فعندنا التوكن هذا التوكن سيكون مستخدم بمنصة وكما سيكون مستخدم بعالم الـ NFT وعالم الـ Metaverse هذه كلها سيكون توسع فيها متأخر أكثر بهذا الفيديو الذي يهمني أن أرى أنه يوجد تقدم بالـ Roadmap هذا أمر طبعا دائما جيد نرى عملات رقمية لكي نرى أنه يوجد تقدم وليس قاعدين بمحلهم وبعدين ترى فكرة عن مين هن الناس الموجودين من وراء هذا المشروع الآن نتحدث عن عملية رقمية فهنت ندخل مباشرة على الأوراق البيضاء نرى ما يوجد هناك بالضبط وكيف نستفيد من هذه العملية حسنا، بدأنا بالأوراق البيضاء مع فكرة المشروع فكيف ذكرت، نتحدث عن مشروع الذي هو محل بمجال الصناعة التحولية وهنا نتحدث عن فكرة العرض والطلب وكيف يعملوا منصة التي يلتقي العرض والطلب مع بعض بنفس المحل أنا عندما أدرس الأوراق البيضاء دائما أهم شيء بالنسبة لي ألاقي الهدف، بدون هدف للمشروع لا أقدر أقيم المشروع فمن بداية الصفحات رأيت عنوان مكتوب المشكلة يعني، ما هي المشكلة التي يحلوها بعد المشروع الحكي هنا هو كالتالي، بهذا القطاع الضخم شكله من الصعب للعرض يلتقي مع الطلب فمن الصعب يلاقوا ويضعوا المؤسسات ويضعوا الشركات ويضعوا المصانع من ناحا ويجعلوا الناس والعملاء اللي بدور عليها يلتقوا ويكتشفوها بسهولة من حكي هنا بهذه الأوراق البيضاء أنه عادة العميل يضيع وقت كثير جدا هو يدور من وعلا مصنع ليعطيه الحاجات اللي له وعادة ما فيش عندهم وقت يعمل تقييم بشكل هدف ليعطيهن الجواب الأنسب هذه من ناحا ومن ناحا الثاني، وجود هذا العالم، هذا القطاع بالعالم كله المصطلحات المستخدمة بهذا العالم تتغير من دولة لدولة، من شركة لشركة، من مصنع لمصنع لمصنع فكما مرة من الصعب يلتقوا ثانيا مع بعض حل اللي جايبينه على السوق أنه بين المنصة اللي يعطوا إمكانية للمصانع تسجل فيه من ناحا ومن ناحا الثاني يعطوا زي محرك باحث للعملاء اللي لقوا المصانع الأنسب بالنسب لها على نمط معايير مختلفة اللي بتناسبه كعميل بتناسب الشغل اللي عم تدور عليها من هذا المصنع فهي هي الفكرة الموجودة من وراء هذا المشروع يعطوا منصة، منصة للعرض للمصانع تسجل فيها تعرض الخدمات اللي بتمنحها ومن ناحا الثاني محرك باحث للعملاء اللي لقوا المصانع على حسب معايير البحث اللي حطوها إسه تفاصيل إضافية اللي وجدتها بهذا الويت بيبر وهذا أمر اللي لفت انتباهه وهي فكرة اللي بتمنى كل شركة تتبنىها كأمر إضافي تضيفه على الويت بيبر عملوا تحليلين بالسوق أول شي فحصوا من ناحية المنافس تنافس من هن الشركات اللي راح يتنافسوا معها بهذا السوق خاصة اللي بحكوا على شركة جديدة شركة ناشئة على هذا الأمر اللي تضح إليهن وأنه بهذا القطاع على فكرة محرك البحث وعلى فكرة الرابط بين العرض والطلب ما فيش حل بالسوق وقت الحالي على حكيهن وعلى تحليل اللي هن عملوهن الوحيدين بهذه المساحة مقارنة مع منصات البحث الأخرى الموجودة بالسوق ولكن التحليل الثاني وهذا هو التحليل اللي بدي أشوف كل شركة تضيفه على الويت بيبر لأنه بالفعل قوي نشوفه هو الـ هذا بعطينا تحليل لنقاط القوة نقاط الضعف الإمكانيات الموجودة بالسوق المخاطر من ناحية نقاط القوة الموجودة عندهم طبعا ذكروا المنصة ذكروا انه هن الوحيدين بهذا المجال وعندهم فكرة وعندهم الخبرة ولكن من ناحية الضعف وهنا ركزوا منيح انه محتاجوا التكلفة عالية جدا بهذا الثمن عشان يبنوا هذه المنصة وعندهم مصادر تمويل محدودة فهذا معناه انهن بتكلوا بشكل كبير جدا على الدعم الجاي من الـ وطبعا هن برهنوا على تأبل القطاع على فكرتهم انه تأتي الشركات وتسجل بمنصتهم وطبعا الناس يتعرفوا عن منصتهم ويسجلوا فيهم كل هذا الحكي كان عن المنصة وعن المشروع الموجود من ورا من ناحية التوكين نفسه يتحدثوا عن عملي اللي ستكون على بلوكشن بلوكشن مين يا عالم وين موجود هذا البلوكشن؟ على الأوراق البيضاء بهذه اللحظة ليس موجود التفاصيل نفسه على أي بلوكشن اختارهم بالنسبة لي انا رحت خطوطين قدام ووصلت لهذه المعلومات المعلومات كانت موجودة على صفحتهم بالتليغرام هم اعلنوا عن استخدامهم لـ ERC 20 ومن هنا تأتي فكرة ومن هنا تأتي فكرة العقود الذكية المبرمجة بـ Solidity لأنها تعمل على الإثيريوم استخدموا بلوكشن البوليغون وبلوكشن الإثيريوم بوليغون عمول الرخيص وإثيريوم طبعا للأمان أمام البلوكشن واجهتهم وسألتهم وعادوا انهم سيجيبوا هذه التفاصيل على أوراق الجديدة البيضاء اللي عم يشتغلوا عليها العام 2023 من ناحية التوكونوميكس الوضع هو كالتالي اللي حكي هون على 750 مليون قطعة اندو كماكس سبلاي كحد أقصى اللي بالبرايفيت سيل باعوا جزء بـ 0.04 للتوكن بالبريسيل عم بيبيعوهن بـ 0.06 دولار للتوكن وبالبوبلك سيل لما يوصلوا للعلن راح يكونوا بـ 0.08 للتوكن الواحد من ناحية تقنية الأمور اللي وجهتها هي كالتالي منصة نفسها موجودة على سحاب جوجل اللي باسم فييربيس فعندين امكاني يتوسعوه على حسب هاي الكلمات انا دورت كمان على الكود نفسه لاندو توكن ملاقيتوش ولكن مع بحث اضافي من المحق كونان لقيت التفاصيل اللي محتاجها فبالكود عندين لغات البرمج المستخدمية هذا معناه عندين عقود ذكية اذا نحكو عن وهاي موجودات على على الـ على الـ بيستخدمه كمان لغات البرمجة جافا سكريبت تايب سكريبت ورياكت هاي على الاغلب عشان تخدم منصتهم اللي بيمنحوها للعملاء اللي عندين فيه 8 اشخاص اللي عم بشتغلوا على هذا الكود لقيت انه في عندين طبقات للتجربة وعندين طبقات للـ وتقريبا كل اسبوعين فيه تحديث جديد البدخل على هاي المنصة وعندين بالوقت الحالي الثلاث ثلاثة باكس ثلاثة اخطاء فنية اللي عم بشتغلوا عليها من وراء فهاي من تحريات المحق كنا اللي وجدتها من معلومات اللي موجودة من وراء من ناحية الـ تدقيق بهاي الشركة ما شفت شوال اي تدقيق عليها مع انه موجود بالـ حكي على التدقيق اللي وجدته انه التدقيق بعده مش حاصل ولكن عن قريب على حسب حكيهن الويت بيبر اللي هم بحكي عنه اسأ انا ما بكتفيش بك امور لما عمل تقييم لما عمل تقييم عن الشركة عن الشكل اللي تحكي على عملي اللي رح تشتغل على منصة اللي هم بطوروها انا بدي اكتشف مين هي الشركة هاي بالضبط عملت بعض الابحاث من وراء واكتشفت هذا الامر ونحكي اول شيء عن شركة ستارت اوب السويسري موجود بالسويسرا ومسجل بالسويسرا رح افرجيكم التفاصيل كمان شوي اسم هاي الشركة اندو اربع سفر اي جي وكعنوان بتلاقوه هاي المكتوب هاي تحت بعدش الفظه لان بحكيش ألماني الآن اول تفكير كان بالنسبة لي عم بحكي على الشركة اللي رح تكون عندها توكن اللي هي رح تصنع هذا التوكن فهل هي رح تكون مسجلة تحتها رقابة ولا لا اول شيء كفكرة الرقابة اللي بحكي عنها هي رقابة فينما سويس فينانشال ماركت سوبرفايزوري اوثوريتي وهي هي هيئة الرقابة المسؤولة عن رقابة الشركات اللي بقطاع المالي بسويسرا فتت على الصفحة الرسمية لفنما دورت على شركة اندو اربعين او ملاقيتش ولا اي تفاصيل عنها فخلاني افكر هل يعني شركة سويسرية مسجلة كيف شفنا مسجلة بسجل العام كيف يعني قدرت تسجل الشركة اللي عندها وتتجنب هيئة الرقابة هاي سويسرية ابحاث اضافية عملتها من ورا واسئلي شمال ويمين وصلت للجواب اللي من ورا والتفاصيل كلها بهذا المكتوب اللي جاي مباشرة من هيئة رقابة فينما يعني مش من اي محل كل المعلومات اللي ذكرتها لحديث اسا بالاوراق البيضاء موجودة كمان بهذا التفاصيل اللي جاي من فينما ولكن بعض الامور الاضافية اللي من مهم تفهموا عن هاي المنصة وعن هاي الشركة بشكل عام عملة الاندو توكن هي عملة اللي بيستخدموها فقط عشان يدعموا المنصة نفسها يعني مش عملة لا تجارة بين الاميل وبين المصانع اللي العملة راح يكون مستخدمي عشان يعملوا دعاية لمصانع الليعملة الاندو ما بتعطيش حقوق ملكية لشركة بررارة ارباح رباوية مرباش ما فيش ولا اي حقوق على الشكل فاندو اربعة سفر هي مش سهم هي فقط اداة لتطوير المنصة وما فيش لها علاقة بحقوق الملكية على المنصة هذا طبعا تقييم ممتاز جدا نشوفه جاي من هيئة رقابة فينما لانه اذا منحكي على الشركة ومنحكي على الشركة اللي بمجال كريبتو خاصة باقي اوقات بدنا نشوف ان تأكيد انه هيئة الرقابة بتقبل وجودها بهذا القطع اسا بعد ما تأكدنا انه نحكي على شركة حقيقية موجودة بهذا العالم هاتنسا نفوت على المنصة نفسها اللي اندو40.com اللي هي مختلفة عن منصة اندو40.io هنا انا عملت حساب ممكن تعمل حساب ببلاش تفوت عشان تعمل البحث البدكية انت بتروح وبتحط الامر اللي انت عم بتبحث عنه اذا صبغة او بتبحث عن معادن وهنا منلاقي الشركات المسجلة بالمنصة وعندها المعلومات كلياتها عن الشركة نفسها فكفكرة اولية عن منصة انا مش جاي من قطاع الصناعة التحولية وما بعرفش ابحث بهذه الامور بطريقة دقيقة ولكن اللي وجدتوا انه في امكانية للعملاء يبحثوا وفي امكانية للمصانع يستجلوا فالامور اللي موجودة باوراق البيضاء عم بتطبقوها وفي اسئلها استخدام لانه اللي عديتها ما فوق 300 مصنع المسجلات بهذا الصبحة وإذا ان نظر على الرودماب وانا نظر على ما يحدث بهذه السنة بالكيو اربعة بهذا السنة يعني في نهاية هذه السنة يوجد حكي على متافيرس متافيرس تذكروه اكتر من مرة في هذا الفيديو بديهم يستخدموا مجال متافيرس عشان يمنحوا امكانية للمصانع يعملوا كم معرض للمصنعهم ويمنحوا امكانية لعرض السلع اللي عندهم وطبعا العملاء يبحثوا بمصنع بهذا المصنع بهذا الميتافيرس وعلى اول معرض متافيرس يعملوا فتت على الروابط اللي لقيت لهذا الميتافيرس رح اتركهم بصندوق الوصف وشفت انه عندهم زي اكسبوزيشن هذا الاكسبوزيشن بعد ما قرأت عنه هو المحل اللي واحد يقدر يفوت على المعرض اللي بدو اياه اللي شفتوا اللي يستخدموا هاي النظرات الVR للناس اللي بدو اكتشفوا المعارض او بطلعوا على الحسوب نفسه هاي هي الشركة باند كووبراتيف هي اول شركة اول مصنع اللي سجلت بالميتافيرس عندهم وهذه هي الفكرة فكرة الميتافيرس اللي عندهم طبعا بشوف المصنع بالضبط وشو عم بصنع وشو شمال اليومين بالوقت الحالي هاي الشركة بتشتغل فقط بسويسرا وانا سألتهم بشكل مباشر طيب والميدل ايست والشرق الاوسط شو رح سيصار فيه قالوا عندهم نية هاي المنصة صورة عالمية على موضوع بريسيل الواحد يستطيع ان يفتح حساب عندهم بالصفحة ويشتري العملة عندهم على تحويل بيتكوين اثيريوم او بي ان بي ولكن قبل ما تأخذ قرار تشتري بريسيل حبيب ان اوهكم على الامر اللي كمان مسجل عندهم بالصفحة اول شيء التوكن نفسه تذكر انت لما تشتريه انت فيشأ لك حقوق ملكية بهذه الشركة انت تشتري لانه عندك ثقة انه بالمستقبل فكرة المنصة عندهم رح تنجح وفكرة استخدام التوكن رح ينجح اي بريسيل في حال ما اشتركتش فيه من الماضي انت ما بتدرشت بيع عملاتك الا الى ما بعد ما يخلص بريسيل ويفوتوا على المنصات اللي لقيته بالتفاصيل اللي اكتشفتها هن رح يفوتوا على منصات لا مركزية لبيع العملات ورح يكون في هناك من هناك رح يظهر تبدل من الاندو توكن للاثيريوم كن جاهز كيف ما هو مكتوب كمان بهذه الصفحة كن جاهز تخسر المصاري اللي انت ستتمرت انه عم نحكي على ستارتاب بالاخر ستارتاب خمس من عشر ستارتاب بسويسراب بفشلوا بعد بخمس اسنين فلما تفوت على مشاريع ناشئة الفكرة جيدة وممتازة ولكن في مخاطر والمخاطر بطريقة شفافة اعطونا اياها وحتى بالدسكليمر هون مكتوب لك بالضبط شو تتوقع شو ما تتوقعش منهم بهذا الاستثمار فكتقييم الخاص لهذه الشركة الفكرة ممتازة والقطاع ممتاز جدا انا شخصيا بستثمر هذا القطاع وبتابعه فالفكرة وجود هذه مشروعه بالقطاع ممتاز جدا وبالفعل شخصيا ملاقيتش حل للمشكلة اللي عم باردوها في حال انتوا لقيتوا حلول اخرى ضيفوها عشان ننشرها عشان ننفيد الجميع فيه اسباب مختلفة اللي ممكن تأدي لفشل بالستارتابس عرضوا طلب فشل تمويل فشل تقني يطلع منافسين اضافيين وطبعا مشاكل بتطبيق ومشاكل اخرى اللي ممكن تطلع فاخدوا هذا الامر بالحسبان قبل ما تقرر تدخلوا بستارتاب او ببريسل عن هالشكل وهذا هو بتأمل ان تقييم العطيتك اياه بشكل خاص يكون قد فادك تقييمي كما شفت مختلف عن الباقي انه هالمرة عم نحكي على توكن بعالم البرمجة وعم نحكي على شركة بعالم الاستثمار والنحتين انا موجود هناك بالوسط بناتين ولذلك حبيت اتعمق اكتر واكتر بعد تقييم وانشركوا اياه عشان تستفيدوا انتم كمانا اذا استفدتوا من هذا التعب ومن هذا الشغل ما تنسوش تدعمونا باللايك اشتركوا بخناتنا ونصروا للمشاهدة اشتركوا في القناة